أهلا بكم أعزائي الكرام تكلمنا في الحلقة الماضية عن حاجة الإسراء وقلنا إنها تشير إلى صعود موسى وليس محمد نبي العرب والدليل على ذلك وجود ثلاث آيات قدمناها لكم التي تتحدث عن إسراء موسى مع بني إسرائيل وذلك في صورة الشعارة 52 طه 77 الدخان 23 وقدمنا لكم قراءة ابن مسعود سبحان الذي سرى بعبده ليلا كرد على مسألة السير والإسراء ثم قدمنا آية من نفس الصورة لها 93 لتنهي جدلية الاعتقاد بصعود محمد إلى السماء جاءت هذه الآية على لسان قريش مطالبين محمدا بأن يقدم لهم معجزة كسائر الأنبياء السابقين فيجيبهم سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا إذن المسجد الحرام هو مسجد موسى أي جبل حريب الجبل المقدس كما جاء في صفر الخروج إصحح ثلاثة عدد خمسة وكذلك في صورة سطاها 12 وفي القصص 30 والنمل 8 وقلنا حتى البهيم يحرم دخولها لحدود هذا الجبل وذلك في صفر الخروج 19 العدد 12-13 أما المسجد الأقصى فهو كما قلنا أرشاليم السماوية في التلمود البابلي وذلك بحسب تفسير الناس رباي يهودا وأرشاليم السماوية هي الجنة ففكرة الإسراء في الموروط الإسلامي نابعة من التقافة الشرقية عمرها آلاف السيني في الديانة الزرادشية عروج النبي زرادش إلى حضرة الإله أهورا مصدى على ظهر جمل مجمنح في التوراة اختطاف النبي أخ نوخ بين قوسين إدريس في صفر التكوين الإصحاح الخامس ويوجد كذلك في صورة مريم الآية واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عاليا أضف كذلك صعود المسيح بعد قيامته بحسب الأنجيل وكذلك أمه رفعت إلى السماء بحسب اعتقاد أقلية من الطوائف المسيحية ويشير القرآن لهذا الصعود في صورة المؤمنون الآية خمسين وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين لأن الربوة إشارة لعلو المكان وسموه كما جاء في صورة البقرة الآية مئتين وخمسة وستين كمثل جنة بربوة وكذلك في التناخ صعود النبي إليا أي إلياس على متن عربة نارية في صفر ملوك الثاني وفي الميطولوجية اليونانية صعود زيوس أو زوس إلى السماوات على ظهر الفرس المجنح بيغاسوس وغيرها الكثير من المعارج في التقافات والأديان المختلفة حلم صعود الإنسان إلى السماء والوصول إلى مكان الآلهة راوضه منذ القدم ليعيش الخلود ويأتي بشريعة أو حكم أو قانون إلهي يفيد البشر فعملية الصعود بواسطة مراكب إلى السماء وجدت في الحضارات كالحضارة المصرية القديمة مركب الشمس سفينة روح الإله وهي سفينة جنائزية الغرض من استخدامها استعادة الحياة في الأماكن المقدسة كذلك في الحضارة البابلية بناء برج بابل العظيم وسميت بابل باللغة الأكادية بابلي وحصل تغيير طفيف في الإسم باللغة الأرامية بابيل وتعني بوابة إيل أي باب الإله فالصعود يتم بواسطة المركبات النارية أو سفن أرواح الآلهة أو البرج العالي كما هو الحال كما قلنا في الحضارة البابلية التي كانت سباقة في فكرة جلب الشريعة من عند الآلهة فحم رابي يتسلم القوانين من إله الشمس أقدم شريعة لها تاريخ مادي يشهد على هذا القدم النبي موسى يصعد جبل حريب ليأتي بشريعة بني إسرائيل ومنه إلى السماء بحسب التلمود البابلي وهذا ما فهمه علماء الإسلام على أنه حدث المعراج لمحمد وكذلك ركوبه الفرس المجنح البوراق مأخود من أسطورة بيغاسوس أو بيهاسوس الذي ركبه الإله زوس كما قلنا ليطير به إلى السماوات من أجل حروبه الانتصارية على الآلهة وصعود محمد إلى صدرة المنتهى ما هي سوى صدى لقصة موسى وصعوده للعليقة في جبل حريب ليأتي محمد بتشريع الصلاة الركن الأساسي في التشريع الإسلامي كما أتى موسى بالألواح الوصاية العشر لكن محمد نبي الإسلام بحسب النص القرآني لم يرقى إلى السماء كما جاء في الآية 93 في سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل ولم يقم بأي إسراء أو معراج إلى أرشاليم السماوية كما ظن فقهاء الإسلام وإنما اكتفى بفتح القدس كما رأينا في بعض الحلقات من هذا البرنامج كتعليم يعقوب دكتورينا جاكوبي وكتاب المؤرخ الأرميني سيبيوس أو بسيدو سيبيوس كما يحلو للبعض ففتح بيت هامقداش أرشاليم الأرضية البلد الأمين بلد التين والزيتون لم يكن بالأمر الهيي فهو أمر إلهي كما قال بعض المسيحيين عند اغتصاب العرب لأرضهم فاعتبروه عقابا سماويا لضعف إيمانهم فهذا الانتصار والفتح العظيم على الأمبراطورية البيزنطية أقوى إمبراطورية في عصر محمد بتحالف مع بعض اليهود الذين طهدوا في عصر هرقل جعل هذا القائد العربي المحمد الممجد سيد البشر والحاكم المطلق بإسم إلهه وصاحب الكلمة الأخيرة في التشريع والحكم في عصره فسمي بالعصر المدني عصر السلطة المطلقة وظهور القرآن كدستور لهذا الحكم الكامل أصبح فيما بعد يسمى الدين الإسلامي فمعجزة فتح بيت هامقداش أصبح سنة 934 ميلادية يضاهي بحسب أنصار الحكم الجديد شق موسى البحر الأحمر وعبور بني إسرائيل لبر الأمان فعبرا ليس العرب وحدهم برئاسة قائدهم المحمد والممجد إلى بر الحكم والسلطة والأمان بل هو كذلك عبور اليهود الذين آزروه ووقفوا جنبه بالمال والرجال فتخلصوا من حكم الإمبراطور هرقل وإجبارهم على التنصير فلقبوا هذا القائد العربي العظيم بالفاروق أي المخلص شعبه باللغة الآرامية نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة القادمة فكونوا معا اشتركوا في القناة